بعض الكبوات كلاعيب وكمسؤول في الإدارة الفنية كنت بتعمل كلاعيب كمسؤول في الإدارة الفنية كمسؤول ما كانش يتعاجلوا كانوا بكسبوا كل المطفل لا 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 حصل بعض الكبوات لعيب مش مرنش بقى كتير أيمن لكن اللعيب ما بقاش ما تبقاش حالة فردية يتبقى حالة جماعية كلها الفريق الفريق كل النادي القالي بتأثر مش بتأثر بالعيب أو ممكن اللعيب يأثر في النادي يأثر في أداء في شكل لكن مش أثر في الفرقة كلها لكن هو المشكلة بتأثير جماعة في الفريق كل يعني مما الفريق بيكسب بقى دمروك وإيسا هو النفس الفريق لو بيحصل أي كبوة بيحصل النتاج مش على مرمزة بقولها أو الأداء مش مخنع زي الفترة اللي فاتت اللي الجامرينة دا لحستها فهي كلها تبقى حلقة جماعية تبقى فردية بينك وبين نفسك أن أنت بالأول بتحاسب نفسك أو بتقعد مع نفسك هل أنا مؤثر في حاجة دي دي أهم حاجة أهم حاجة الأول تحاسب نفسك أنت صح على انفراط أنا مؤثر في حاجة مؤثر في تمريني مؤثر في حياة الخارجية أنا يعني هي دي حتى لو مش مؤثر لو أنت بتعمل كل حاجة الطبيعي بس بتعيد حساباتك تاني ده المستوى الفردي كل واحد بيعمل كده مستوى الجماعي اجتماعات كتير جدا بتبقى بين اللعبة وبعضها مش الجهاز خصوصا اللي هم اللعبة دايما اللعبة الكبار قمنا عليهم اللعبة الكبار بيجتمع على طول تقريبا يعني شبه يومي وتلاقي حتة التخارب زادت قوي على طول مع بعض على طول كلام كتير أو مع بعض على تحس ان انت من الصبح لحد آخر يوم احنا مع بعض على أساس نناقش إيه اللي احنا فيه وده على فكرة حاجة إجابية جدا جدا ان فيش فريق في العالم بيمشي على مستوى أحد خالص اوقت بتحصل شوية ضربات كده لكن الحاجة الأحسن أو الحاجة الحلوة بتعرف الخطأ فين وتبدأ تصحح وتبدأ تشتغل تاني خاصة ان انت مش يعني مش نادي بتاخد بطولة كل تلت اربع خمس ست سنين لا انت الحمد لله كل موسم تقريبا متركلة كاملة عندك لكن ما بيحصل يعني انت مثلا كل مشكلة انت سنة فات خسرت الدور العام جامهيري الأهل ما عندهاش يعني مش يعني مش عايزة كلمة الدور العام استنادي ضيع مش متقبلها بموقف لانك لو شفت السنة اللي فاتت انت خسرت الدور بس واخ كان بطولة انت فاهمني واخ خمس بطولات لكن عند جامهيري نادي الأهلي لأ بطولة الدور دي يعني رايح بتاعة نادي الأهلي الدور العام ده للنادي الأهلي ممكن يروح مرة كل خمس ست سبعة ثمان سنين مرة يعني تحس الجاميري الأهلي سمحا لك كده انك انت ممكن الدور دي عام منك مرة واحدة كل عشر سنين مسموح هو ما قالتش لكن هو كلامه كده او تعبراته كده او انت عودتهم على كده فهو ده اللي بيحصل بينك ونفسك تقعب مع الفريق تحس التقارب بقى جامد قوي اكتر من الاول اللي عام مع بعض طب هل النقد كان بيأثر فيك في نقد وفي نقد يعني في نقد يعني 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 مثلا جمهور النادي الأهلي يواخد على خطره زعلاء فأحيانك بينتقل زمان هو لك حاجة عامل اول وقت انا كنت يسا بتكلم على جمهور النادي الأهلي شعافكم السودي الفتى ولا قبله اقولتلك النادي الأهلي كمان يعني محظوش بجماهيره طبعا حتى اما الجمهور دي ينخدك ما بيجرحش فيك تحس انه عارف ايه مش نخت عارف انت بالبلد كده اللي هو انا واخد على خطر منك انا يعني زعلان منك لكن مش بنقودك مش بجراحك مش بيهاجمك مش يلاقيك في الشارع ممكن يجتمك لا خالص لكن انت الرسالة بتوصلك ان جمهيرك مش مبسوط تستطيع منه ازاي بقى انت كالعيب؟ اقول لك حاجة على قد ما جمهورك بيقدرك على قد ما انت لازم ترد الجميل لجمهير دي يعني جمهورك ما بيغلطش فيك وبيوصلك رسالة بس بأدب اللي عارف انت يحسسك ان انت في حاجة غلط انت مقصريه في حقنا كلمة مقصريه في حقنا دي بالنسبة لعيبة النادي الأهلي عشان جمهيره تقتلك يعني قهوة عدية ممكن يغلط فيها احسن لكن اما يعني ايه بزوق كده يوصلك الرسالة لا انت تبقى عايز مستني اول مورا عشان ترد للناس دي يعني فترة وان شاء الله ترجعه تاني تتبسطه بنتائج واداء ترد الجميل للناس دي ما انا بقولك ما ترد نتيجة واداء عشان عارف الجمهير النادي الأهلي برضو ايمن مش زي اي جماهير جمهير في جميل كي تردى بالنتيجة يقولك اهم حاجة اكسب ماشي لك هتيجي وقت جميل نادي الأهلي لا انت بص ايمن مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير هو النادي الأهلي ده من يوم اتعمل لعبته وقدرته على كل السنين عودت الجمهورة على حاجات بطولات واداء حلو مخنع هو ده اللي النادي الأهلي دائم بتورس بعض نتائج بطولات الحمد لله موجودة بس اه طبعا يعني اه جميل ده كمان يعني لو الجمهير تيجي بقى بالساعة بتاعية تتفرج على صحيح احنا عشنا كل الحاجات دي واحنا لعيب واحنا مدربين فهو ده 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 اللي انت عايز توصله عايز اول مباراة عشان تقول الناس دي لا كانت فترة ان شاء الله مكسب واداء حلو تطلعهم مبساطين ده واحنا وانت واحنا ده وانا لعيب واحنا مدربين دايما كان كل كل مدرب يبقى لي حاجة معينة يعني دايما الهيد كوتش او المدير الفني بيتكلم معنا لو في حد عنده مشاكل ولا حاجة ودي احنا بقى شغلتنا احنا دي اذا كان 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 اسامة اذا كنت انا واكيد عدل بعدها من مرحلية اكيد كابتر حسام لما كان موجود تبدأ تتكلم مع اللعيبة انت كنت تترابين من اللعيب اوى جدا ان كنت واحد معاعد من الناس واكيد كان اسامة فترة كنت تراب جدا 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 ملاعيب وكانت اللعيبة تتقبل الكلام تتتقبل الكلام وتتقبل النقد وتتكلم معك بموانتهى الصراحة لما كنت خلالها في حياتك وكنت بتدوس في بعض الاحياء بس انا ما كنتش بدوس يعني مثلا فتيت مستر جوزيء كان بيتبح بيتباح انت تخفف بقى الموضوع ده وتقدر تتكلم مع العيب هو بيتكلم معك بقى منطهر الصراحة حتى لو في مشكلة وفي حاجة واكيدة ما بيتكلم معي استهالة في حد هيعرف بس هي ايما تحس ان فيه جرس انذار كده مش يعني مش جرس انذار في حاجة مش مزبوطة في النادي الاهلي على يعني ما كبيرست حاجة زي كده فتحس ان في ده مشكلة كبيرة مع ان بعض الاندية التانية الموضوع ده عادي جدا خادي ولا تفرق انما كابتن شيف صحيح بيقول لك يعني الماتشين اللي فاته احنا مثلا مضاعين بتاع 25 جول واحنا طالعين زعلانين وارفانين وفي غيرنا مش بيضيعه لا ده بيخساره بص ايما والله مش عشان حاجة ولا تفرق ماتش سموحة ما عدت كده بعدها بتاني يوم المباردة تطلع لصالحة كنت 11 ست والله باتكلم بجد والله باتكلم بجد على الفرص اللي هنا وفرص اللي هنا تطلع 11 ست بس هي 11 نسبة تسموحة لما ليش جاعة بيها انما انا لأ انا بتحسب انا فعشان كده بقولك لأ هو النادر الاهر كده ليه حاجات خاصة بجماهيره بلعبته بمدربينه ودايما بتحاول توصل لأحسن حاجة ترضي جماهيرك عشان جماهيرك دايما تساملنا كل حاجة كويسة